بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أحبابي وأحباب الشفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم سنحطوه قبول خطير خطير تكون عندك هيبة وقبول والسمع والطاعة إذا أريد هذا القبول إن شاء الله شريكه الجديد الأنصيل نشريه من عند مرأة الكحول اللي بغيتيه يطلع لك مزيان شريه من عند المرأة فاتها العادة الشهرية هذوك العيالات هذوك النساء الكبار اللي تدقوا الكحول ناخد من عند الكحول وغادي نخدم به هاد الوصفة هاد الوصفة البنات اللي باغين يكون عندهم محبة وقبول البنت خصها تجري على راسها ما تبقاش قلصة وناسة وما عرفش أشنه وراها لابد هوية القبول رباني ما فيه لا شركيات للوالو فيه غير طاقة رحمانية إذن الكحول اللي بغيتيه يستقلك تكوني على وضوء صلاة ركعتين استغفار والصلاة على سيد الخلق بغيتي أنك تكوني إيجابية دائما ويكون عندك طاقة إيجابية دائما نصلي على سيد الخلق 19 مرة ونقول البسملة الشريفة 19 مرة ونحاول أنني نقرأ دائما آية نور باش يكون عندي نور على نور نور اللي بغيته يكون عندي نكون دائما ناخد من طاقة ربانية صورة النور صورة النور هي من أعظم الصور ناخد غير آية النور ونقرأها 19 مرة ونقرأ لا إله إلا الله ألف مرة لا إله إلا الله ألف أحداش أو ألف مرة إذن الناس اللي بغيين يكونوا ربانيين ويكون عندهم محطاقة لتحميهم من الشر الحاقدين والحسد أو الناس اللي بغيين يكونوا دائما معهم ملائكة الرحمن تحميهم وتبعد عليهم الشر الحاقدين والباغلين إذن الناس اللي بغيين أنهم يبغوا أنهم يكونوا بقبولين أغلبيات أغلبيات البنات ما تنجحوش معهم الوصفات تتكون عندها واحد طاقة شك عندك طاقة شك ما تدريش الوصفة إذن طاقة شك هي اللي تتحيد يدلك هذيك طريقة اللي نويتها في خاطرك ونية سيئة لهذيك الوصفة إذن نديروها في بالكم كما قلت في الفيديو اللول ناخد دائما قبل ما نبدأ الوصفة ناخد كأس الماء ونقرأ عليه آية الكرسي العدد اللي بغيتي ونشرب ونرش المكان اللي غادي نصوب فيه الوصفة باش أنني تكون عندي طاقة إيجابية ولا يكونوا عندي عوارد نسحبهم بهذيك آية الكرسي وغادي نطرد قاع الموانع دائما نمر عليها هذ الشيء اللي قلت لكم نكون غادي نمشي ننام حسيت فراسي ماشي نغمال أو حسيت فراسي ماشي يا هذيك ناخد كأس ونقرأ آية الكرسي ورش المكان اللي غادي ننام فيه وغادي نشرب منه سبع جغمات أو نشربه كامل بغيت نخرج إلى خارج المنزل وما عنديش ثقة في النفس ما عنديش واحد ثقة باش أنني نواجه إما عمل وإما نواجه واحد إنسان بغيته في حياتي أو بغيت نطلقى مع شخص نبدأ معه مشوار مشوار ديالك بغيته الزواج أو بغيته أنك تعرفيه على الأقل باش أنك تزوجي به إذن دائما ناخد كأس الماء ونقرأ فيه نقرأ فيها صورة الجن ثلاث مرات نشرب منها ونرش المكان نرش التياب ديالي ونرح لهذاك المكان لأن صورة الجن رائعة في جلب المطالب وتسخير الأمور تسخير الأمور بخصوصا تقريها مع الصبح إذن أحبابي الكحل غادي نشري جديد وغادي نوضعه هنا في أه إناء يكون بيض يكون إناء بيض وغادي إن شاء الله نحاول نبسотه على نية ناخد هاد المكحلة ناخد هاد المكحلة ونحاول نبسط الكحل هدي مكحلة ديال الكحل وغادي نحاول نبسطه بحركة غادي نبسطه وعنتم الكحل يكون لونه أسود يكون اللون دياله أسود غالي نحاول أنني أنا نقرأ وتنحرك نقرأ وتنحرك وتنفت نحرك بعد ما نكون على وضوء دائما الوصفات اللي يكونوا ربانين تكوني على وضوء وغالي نقرأ نحرك ونقرأ نحرك ونقرأ أول حاجة غالي نقرأ اسم السميع خمسين مرة لا إله إلا الله خمسين مرة وألقيت عليك محبة مني خمسين مرة وألقيت عليك محبة مني خمسون مرة وغالي بحول الله وقوته غالي نقرأ وزيناها للناظرين وزينا فلانا بنت فلانا للناظرين غالي نقرأها خمسين مرة يا سميع يا سميع يا سميع خمسين مرة خذوا ورقة وقلم وحاولوا تكتبوا هاتشي وغالي تقرأوا هاد الآية حداشر مرة إذن هاد الآية اللي غالي نقرأها وانا تنحرك تنحرك حالكا وتنفت على هاد الكل هاد الكل على فكرة إلا كانت فيك العادة الشرية ما تدريش هاي فيه آيات قرآنية وخاصتك تكوني على طهارة إذن غدي نبقى نحرك وانا تنقرأ هاد القراءة ديال هاد الآية اللي غتجدب لك البعيد والقريب وغتي تعطيك واحد طاقة إيجابية أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبغة الله ومن أحسن من الله السبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم غالي نقرأها 11 مرة سبغة الله ومن أحسن من الله السبغة ونحن له عابدون إذا نعودها لكم مرة أخرى بشي تكتبوها سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون إذاً غادي نقرأ هذه الآية 11 مرة على الكحل ونتنحرك وتنفت إذاً غادي بحول الله وقواته نوضع هاد الكحل هنايا نوضعه هنايا على ما يكحل به احتحد ما غادي يكحل به احتحد غير أنك يتكحلي الراس به الوقت اللي تكون فيك العادة نحاول نحيده من المراحد ونحاول أنني نوضع فيه اسم ديالي باش غير نكحل به غير أنا نكحل الشخص اللي غايديره يكحل به هو فقط إذاً الكحل خاص باسميتك باش يكون عندك السمع وطاعة وتكون عندك واحد طاقة إيجابية دائماً تكحل نحافظ عليه بحي العينية نحطه إما بشي دولاب قريب مني دائماً يكون محلوط فيه الاسم ديالي يا ساميع باش أنهم يسمعوا كلامك هذه الآية اللي قرأت بالأخر رائعة وأكثر من رائعة فيه جلب جلب المحبة الناس نساء ورجال معه وألقيته عليك محبة مني هذه إن شاء الله أي واحد دخلتي عنده أو أي واحد شافك سبحان الله غايت تكون عندك مواحد المحبة وواحد المودة بينك وبين الناس هذه الكحل غادي نوضعه هناك كامل ونحاول ناخد واحد المعيلقة صغيرة ونعمر المكيحة ديالي والكحل نحاول لا بقى شيء قليل نوضعه في قنينة أخرى حتى تدخوها هذه وعادة نزيد فيها مهم نحاول أنني نحافظ عليه إلا كنتي بغيتي تصويها على الأسماء اللي بغيتي أسماء الأشخاص اللي بغيتي بحل أمك بحل أختك بحل توضعي الأسماء ديالهم حتى هما تقدري تقسمي إلى قسمين ولكن بغيتي تزرعي المحبة بينك وبينهم غادي توضعي الأسماء ديالهم يقدروا يكحلوا معك إلا كانوا الأسماء ديالهم توما غيكون عندهم قبول بحل القبول اللي عندك غادي يكون عندهم غا تكون السمع والطاعة بيناتكم ويكون واحد المحبة والمودة بيناتكم إذن أحبابي إلى عجبتكم هات الصغيرة حاولوا أنكم تخليوا لنا اللايك ودعموا القناة باش نزيدوا إن شاء الله القدام ونحاولوا نجيبوا لكم وصفات كما تنتعبوا وتنبغي ونساعدوا أحبابنا اللي عندنا في القناة تنتمنى أنكم تساعدونا باللايك والبارتاج والدعم ديالكم هو الأهم أهم في القناة إذن أحبابي إلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته